أهلا بكم وعزيزي المشاهدين وحلقة جديدة وصباح جديد وكل حياة وأمل وتفاؤل وصحة ومع نور هنتكلم عن موضوعات بتهم ناس كتير قوي طبعا في حياتنا ناس كتير عايزين حياة أفضل حياة أجمل إزاي حياة أفضل ناس كتير هتقول عادي صحة الإنسان في ناس كتير بتطنش عن صحة الإنسان دي هتقول لك أنا مش عامل أي حاجة لألعى التمارين ولا يا ماشي بركة ربنا كده ناس تانية بتحب تكون بادي بيلدنج كده يعني تكون زيتها بنيان قوي وبتكون حاجة عايزة تكون يعني من الناحية الصحية ومن الناحية شكل الإنسان وجماله ورونقه في رجالة أو ستات يعني بتحب تكون شكلها منصق وجسمها منصق في البادي بيلدنج ده وبتحب تكون حياتها أفضل وفي ناس تانية بتكسل في حاجة اسمها مراكز صحية ناس كتير ما تسمعش عن المراكز الصحية دي مركز الصحي ده بيخلي بنيانك قوي بيخلي جسمك منصق بيخليك نشيط بيخليك باور يعني قوي جدا أول ما تسحى الصبح كده تقول أنا نشيط وأنا مش عندي خمول أنا مش كسلان ناس كتير طبعا مش عارف يعني إيه مركز صحي هنعرفكم كل ده وهنتكلم عن حياة أفضل ومركزنا الصحي النهاردة هنعرفه مع ضفنا لمنوارنا النهاردة الكابتن عبدالله بهاي مدير مركز فتنس زون الصحي أهلا بحضرتك يا فندي منوارني والله ده شرف لي الله يخليك قولي يا فندي يعني ناس كتير قوي ما تعرفش يعني إيه مركز فتنس زون مركز صحي عموما في العموما تعرفش يعني إيه مركز صحي هتعرف سادة المشاهدين منين جات لك الفكرة وأهدفها إيه مركز صحي تقبلها هو الأول أنا هعرف الناس يعني إيه مركز صحي ويعني إيه مركز فتنس زون الصحي وإيه اللي اختلاف المركز الصحي اختلافه شوية عن موضوع الجن إن إحنا دلوقتي عندنا ترينينج إيريا منطقة بتمرن فيها ومنطقة بتمرن فيها كارديو وبرسولال ترينيج وعندنا حضانة يعني احنا بنمرن الأطفال من سن سنتين عندنا كل الحاجات حتى بما كاتب تغذية عندنا مساج عندنا سباة كاملة كل الحاجات من سن سنتين أو بنمرن الأطفال من سن سنتين وقبل السنتين يعني متعاخدين مع ناس بتمرنهم سباحة أو الدور في ملعب حمامات السباحة من قبل سن سنتين كمان فكرة في المركز الصحي انه هو مكان بيهتم بكل حاجة تخص صحتك يعني احنا حتى عندنا كتشن بنقدم فيه واجبات هيلثي ميلز للناس مركز فتن الزون الصحي يختلف عن باقي المراكز ان احنا عايزين ان الناس ما تبقاش متضايقة أو حاسة بسترس وهي بتعمل ده يعني احنا مثلا عاملين كامب أو الدور الفكرة بتاعته مش ان انا هروح علعب ضغط وبوتنو سكوات وجومب وحاجات كده لا الفكرة بتاعته انت بتيجي بتتمرن وانت مبسوط بتروح تعبان جدا من التمرين وحاس انك تمرنت بس في نفس الوقت مبسوط حتى في الديت بلانز بتاعتنا ما بني يعني ما بقاش الموضوع ما بقاش استريكت اللي هو لازم الصبح تفتر شوفان بس لا يعني احنا بديك اوبشنز تفتر كذا او كذا او كذا في نفس الوقت في الغداء برضو كذا او كذا فكل واجباتك في كل حاجة تخص الموضوع ان صحتك تكون افضل الموضوع بيبقى الاوبشنز في ايدك انت مرتاح انت جاي عندنا هتتمرن وانت مبسوط عندك هدف ان صحتك تكون جيدة او وانت مبسوط كمان يعني اغلب الناس بيبقى المشكلة بتاعتهم ان هو بيبقى سترسد قوي ايه ده انا هعمل دايت انا بديه قوي يعني انا نفس اكل كذا انا مسي اكل كذا او بالزبط انا نفسي يعني كلنا ويعني الموضوع انا عايزة طب انا عايزة اتمرن لسه بقى هنزل من البيت المكان عندنا حتى الديكوريشن بتاعه هتحس ان انت في البيت عندك الموضوع بسيط اه مبسط او بالزبط ده هي دي الفكرة اللي تختلف مركز فيتنس زون عن اي مكان تاني وحضرتك بتتكلم في انها فكرة مش موجودة كتير يعني مش موجودة تقريبا غير عندكم اغلب الاغلب سواء بقى جيم او مركز صحي او ايا كان انت بتدخل المكان بتحس ان المكان فيه طف قوي يعني ده طبيعي الديكوريشن بتاع اي مكان فيه تريننج بيبقى كده لازم احسكنك لازم تتمرن لا انا المكان عندي اه انت بحسكنك لازم تتمرن ولكن بتتمرن انت مبسوط يعني مثلا البرسونال تريننج اريا الناس اللي بتمرن بي تي برايفت تريننج انا عملها لهم على فيو حلو جدا يعني هو شايف كل حاجة قدام وبعدين كمان انا في الدور التراتاشر وكنت قاصد ان انا كمان اوصل للأدوار العالية دي علشان اللي بقى بيتمرن تحس ان هو في اوبن اير اصلا يعني مش في مكان مقفول علشان يبقى مبسوط فده اللي مختلف عندنا او طب الفكرة جاتلك ازاي كابتن يعني ناس كتير بتقول طب ما هو نلعب جيم وخلاص فهمي انا او هعمل مركز جيم وخلاص لكن ده مركز صحي مش جيم فالفكرة جاتلك حراك ازاي الفكرة بتاعت انك تبقى مبسوط دي انا وانا عندي عشر سنين كان وزني مية وعشرة كيلو فطبعا كنت اوفر ويت جدا ويعني وكان باين في وسط صحابي ان انا في حاجات كتير مش عارف عملها ويعني والقصة ان انا يعني اخس والجو ده بدأ من بدري قوي معي وحاسس بالمعاناة اللي هو قد ايه يعني قد ايه الناس دي بتعاني قد ايه انت لما تبقى اوفر ويت او حتى لو انت رفاية قوي انا حاس بالمعاناة انه يبقى جسمك مدايقك حاس بالمعاناة انه يبقى كل صحابك قادرين يلعبوا وقادرين يروحوا ويجوا ويتمرنوا وكده وانت مش قادر بس من مية وعشرة الجسم حضراتك دلوقتي يعني هنقول من غير اي جراحة ده انجاز ده انجاز بجلد انا عموان من الناس اللي مش هنقول ضد الجراحة بس يعني مش قولش هنعني معانا صورة افتر بفور حضرتك قابل المية وعشرة وبعد المية وعشرة الكيلو بالضبط فانا حسيت بمعاناتي في الوضع ده جات لك منين الفكرة بقى او لما حسيت بمعاناتي في الوضع ده قررت ان انا لازم اساعد الناس يعني لازم الناس تحس اللي انا حسيته لازم الناس تحس يعني ايه ساحتك تكون احسن فكان المشكلة الكبيرة اللي كانت مقابليني ان انا من وانا عندي عشر سنين لحد دلوقتي كل شوية ازيد واخس طب ليه لان انا كنت حطا تترس على نفسي دايما ببصر حد تاني واقارن نفس بي دايما ايه ده انا اهوانا هبطل اكل شوكولت مثلا انا بحبها جدا وانفعش طب طب ما يعني انا هعمل ده اتو اخس شوية وبعد كده ارجع اكل شوكولت تاني شوية فالشوية بتول شوكولت تطويله فاربي احسي تاني من الاول وحركت ما حرمتش نفسك من حاجة طبعا لا ما هو ده بقى اللي مؤخرا يعني شو بعد ده كله مؤخرا يعني وصلت له انت موضوع مش حرمان موضوع مش صعب هو كل الفكرة انك بس تعمل سيستم ينسبك ما تبقاش ضغط على نفسك ولا سترست ولا متضايق فبالتالي هتبص لقى نفسك وصلت له هدفك علشان كده قررت ان انا ساعد الناس بالطريقة اللي انا ازاي عرفت حافظ على هدفي بعدها طب بالنسبة الحياة الصحية دي او المركز الصحي هل بيمشي بقى بالتغذية بالورقة والقلم وهنعمل وهنسوي ولا بنتمرن كل ساعتين كمجرد تمرين ولا الفكرة بتكون ازاي الفكرة بتكون لو انا مثلا بعمل لك الدايت بلين بتاعتك اه اوكي اكيد فيه ورقة وقلم وعندنا امبادي بنعرف فيه نسب الدهون عندك عاملة ازاي وطولك ووزنك ونسب المياه في جسمك ومعضلات كل حاجة وبنعمل طبعا الدايت على قصص علمية لحسب بقى البيمار بتاعك وكل واحد محتاج قد ايه كالوريس في اليوم ومحتاج قد ايه بروتين وكربوهدرية سوفاتس او كده ولكن وانا بدي لك الدايت بتاعك بتبصي تلاقي فيه اوبشنز كتير انت ممكن تاخدها في الفطار زي ما انا قلت قبل كده او اوبشنز كتير ممكن تاخدها سناكس وكمان انت اللي بتعمل الدايت بتاعك معايا يعني انت بتعود معايا تقولي اكتب لك ايه ومكتب لكش ايه واغلبنا طبعا انا الصور حركت تعلاق عليها بس يعني الصور في الفتنس في المركز نفسه ده الاوال دور كان ببرا احنا اعملين ده في الملعب برا عشان برضو الناس العادل ستمرن اوض دور فيه ناس بتبسط اكتر في الاوال دور فالصورة الاولانية الي جات دي فكانت نضحك يعني الناس بتتمرن وكل حاجة بس نضحك مبسطين مفيش حد متضاق هيا دي الفكرة اوه يا رح ملاهي بقى مش رحيا اعني انا لازم ايه يعني فيه ناس انا برضو بضحك فيه ناس بتازع لها ما اجاتش يعني أغلب ناس الحمد لله فاتني التمرين النهاردة ما روحت عشان الحمد لله إنما لا أتلاقي الناس بتضحك هنا إحنا بنرؤد دي رأس يعني دي موفمينت كنت بعملها في دانس معينة فكله جاي وهو فور فان وكذلك برضو زي ما هو في التمرين هنا بنتحك هنا كده مثلا ده اللي بيحصل لما بتدخل المكتب مثلا عشان عمل لك دايت بلان أنت بتحطه نفسك أنت جاي يعني جاي يعني عارف اللي هو إذا ما تكون جاي مطعم بتختار من المينيو بتاعته أنا بديك الابتشن المتاحة اللي أنت ممكن تحطها في الدايت بلان بتاعتك سواء في طهر أو غدأ أو عشاء أو كده وأنت بتختار منها اللي أنا أكتبه لك نفترض أنت جيت الاسبوع الجاي الريزالتس مثلا يعني أنت بوصت شوية قول لي إيه أنت بوصت ليه أنا السنة كان نفسي أكل دارك تشوكليت خلاص خلينا نختار اوبشن ينفع أن نبدله مكان دارك تشوكليت أو نوع معين من دارك تشوكليت ينفع يتحط في الدايت بلان بتاعك ومناصب لجسمك علشان تاني مرة الاسبوع الجاي ما بوصتش الدايت بتاعك هي دي كل الفكرة طب في حاجة كلنا بنقع فيها إيه الخطأ اللي إحنا بنرتكبه أو اللي إحنا بنعمله أثناء إن إحنا عايزين ننظم حياتنا بس فيه خطأ بنعمله إيه هو بالخطأ ده؟ أول خطأ أي حد وأنا نفسي عملته سنين لما يجي ينظم حياته بيكرر إن هو يمشي مع نفسه بمعنى؟ بمعنى أنا بصح الصبح خلاص أنا هعمل دايت دلوقتي فبفتح التلاجة فبلاقي فيه مثلا بيد وجبن قريش وحاجات تانية مش هلسي لأ أنا ضايت فبقى أجيب بطين وبينسيبي البيض خلاص بقى يعني فشاناكو الحاجة وحشة وزي ما كلنا عارفين هو بفتر ثلاث معالق فول وربع رغيف وصلتة ياريت كل شيء كده؟ دا حالي التعامية والفول والبن دا لو مش مكرر إنما لما بيكرر بقى بيعمل إيه؟ احتلت معالق فول وصلتة وربع رغيف بطين ربع رغيف وصلتة وخلاص دايت تمام بالغدا انا مش هاكل الرز خالص انا منع مكرونة ومنع كل حاجة وخلاص بكفية ربع رغيف بتاع الصبح دا كويس قوي دا إذا أخده دا ممكن كمان ما ياخدهش وهاكل ربع فرخة ومسلوقة لازم تبقى مسلوقة انا مرافش أصلا تتاكلوا مسلوقة دا ازاي طعمهوش قوي وحشت ضايت وعنه دا الفكرة الغابة هو دا اللي هو فهمه غلط وبيخضر مسلوقة مسلوقة كده سوري يعني مية بس اللي هو فيه بس يعني ويجي في الاخر يزهق أكل العينين دا والدايت خلاص بقى انه يجبوز فهو الغلط اللي هو عمله انه هو قرر يمشي مع نفسه دا بالنسبة للدايتابو التمرين راح الجيم اول يوم خلاص بقى هو قاعد مرفه فيعني جسمه مش واجه من اي حاجة فيطلع على التريدميل مشايع يعود ساعة وينزل يتمرن كل حاجة في الجيم ومش حاسب اي حاجة واول مايروح تاني يوم يبص يلاقي جسمه كله مكسر ومش قادر ينزل فالخطأ الكبير ان انت بتتكرر تمشي لوحدك هو انا ينفع عالج نفسي يعني انا لو انا اتعبان دلوقتي ينفع عالج نفسي ولازم اروح لدكتور لازم اروح لدكتور لازم اروح لدكتور واخدت الدواء مش عامل اي حاجة ممكن يجيب نتيجة وممكن ما يجيبش وممكن احس انه هو جاب نتيجة بس في الحقيقة انا بضمر نفسي باخد دواء ما ينفعنيش دلوقتي وبعد فترة بيردع لطبيعة تانية فعالاقل الفترة الاولية لازم تكون متابع مع حد انت وثق فيه ايا كان هو مين ومرتاح معاه يعني الثقة والراحة النفسية مهمين او في الموضوع ده وبتتمرن مع حد برضو في نفس الوقت انت وثق فيه ومرتاح معاه ولازم يكون حد يدارس برضو مش اي حد زي ما قلت في البداية ده احنا عندنا فاني وفريش والدنيا ميس خالص ده بعالفكرة ده بيعجب ناس وعشان انا بقى صريح في ده بيعجب ناس وناس لا بس اغلب الناس مشكلته كلها ان هو بيتدايق انا بيتدايق من الضيط بتاعي كل كلمة اكل العينين دي اول كلمة اي كلانت بيقولها لي اول ما بيدخل المكتب اي اكل العينين ده اقول له مثلا ايه ما انت عايس نفسك تاكل ايه في الضيط اي حاجة غير اكل العينين ده واغلب الناس عندهم مشكلة مع الخضار لان انا عن نفسي مش اقول لك الخضار طعمه حلو واضحك عليك لا الخضار طعم مش حلو مفيش خضار مسلوق طعمه حلو عشان مصاريح جبت النهاية اه عشان اجيب خضار احطه في مياه واكله واقول طعمه حلو لا طعم مش حلو فاقول له طب مين لقلك اللازم تسلوقه يعني يعني هو لازم بالطريقة دي مفيش وي تانية تعمله بيها وابدأ اديله الويز ورسبس اللي هو يأكل بيها ويلايه نفسه اكل الخضار عادي ويلايه نفسه الدنيا اه ودي برضو مشكلة بنقابلها في تغذية الاطفال يعني بعض الاطفال ما بيقولش حاجات ودي اهم يا حبيل اوليه الامور بيتبقى عندهم مشكلة يعني بنيان الطفل لسه طفل صغير وتلاقيه ضعيف كده وفيق او طفل سمين فاوليه الامور بيتعانم المشكلة دي جدا طفل السمين ده مثلا ده اكبر خطأ انك تمشي يعني على هواك كده لو انا مش هعمله ديت انا هفطر الصبح يعني هنظم له اكله بس من نفسك لان انت ممكن تعمله مشكلة ما تكتشفهاش لما يكبر يعني مثلا انت لو عملت له نقص في الكلشيوم وهو جاله استبروس او اي حاجة في العظام يعني هشاشة او اي حاجة لما يكبر هتحلها له ازاي ما انت مش اخد بالك مشكلة من ايه وخلاص هي حصلت مش طرف تحلها وفي نفس الوقت اغلب الاطفال اللي بتيجي ابن حضرتك بيأكل ايه لأ انا ابن حضرتك ما بيأكلش اي حاجة هلتي خالص انا ابن حضرتك بيأكل كل حاجة هلتي طب حضرتك بتاكل بيد لا طب انت مثلا بتاكل لا طب حضرتك بتعمله هولو ازاي والله انا مسلوق له بطين وادهولهم انت لو دي سلقتيني بطين انا وادتهم لي كده زي ما هم مسلوقين مش هاكلهم زي ما احنا بنختلع وبنتفنن في الاكل الانهلتي ومش عارفه المطعم بتفتح بطريقة يعني رهيبة حلو مفيش مشكلة عادي منا برضو باكل انهلتي ساعات يعني وكويس ان انا اكل حاجة طعمها حلو برضو حتى لو انهلتي لازم اطعمها حلو بس زي ما بنتفنن في ده تمالين ما نتفننش في الحاجات التالية فعلا حتى لما بعض المطاعم الهلتي فود تيجي تاكل انت تقرر انك خلاص انا هخرج وعمل ديت فالحمدلله بقى فيه مطاعم الهلتي فود دلوقتي فالكاستمر يدخل ايكل في المطعم فايجي يدوق الاكل يبصي لايه عشان هو عشان healthy يعني تدهوني بالكده تم تدهوني طعمه حلو وعمل ايه حاجة في الاكل طيب والدايت مهم مع التمرين ده شيء اساسي بصي حضرتك هو فيه تقسيمي انا بحبها قوي سبعين في المية من نتائجك ومن صحتك عموما متوقفة على انت بتاكل ايه وعشرين في المية متوقفة على ان انت بتتمرن ولا لا تمام وعشرة في المية متوقفة على انك بتريح جسمك لان الراحة مهمة برضو طبعا بتنام كويس ولا لا صح فدي دي تقسيمي انا بحبه فلازم كل حاجة هتكمل بعضها طب ايه اسهل طريقة بقى انظم بيها حياتي تلاقي الناس كتير قوي بتعاني من النظام ده اسهل طريقة بالنسبة للمشاهد ان انا انظم بيها حياتي ان انا مرجعش الاباز اللي عملته كله يبني بالظبط اسهل طريقة اسهل طريقة لأي حد والمناسبة لأي حد هي الطريقة الخاصة بيك اللي انت خاصة بيك خاصة اه اللي انت منظمها لنفسك يعني انت لما تقعد مع احد يساعدك انك تنظم الاكل بتاعك والتمرين بتاعك لازم تقوله لايف ستايل بتاعك عامله زي يعني انت بتصحى امتى وبتنام امتى وقدر تاكل ايه ومش قادر تاكل ايه يعني فيه ناس ما عندهاش مشكلة في اي نوع اكل انا واحد من الناس مثلا ما عنديش اي مشكلة خالص في اي نوع اكل الحمد لله باكل كل الاكل ما بقولش برا البيت فلو هاخد معي لانش بوكس هتبقى لانش بوكس بتاعة وجبة واحدة او اثنين بالكتير طيب وبيعتي اليوم يعني مثلا ممكن اخرج ثمانية الصبح ارجع مثلا الساعة واحدة او اثنين بالليل طيب ازاي طيب انا هاخد كل اللانش بوكس دي ايه همشي بقى بقرب يعني كل دول ازاي فلما اجي اعمل انا اللي رايح اقعد مع حد ينظم لأكلي لازم اقول له ده ولازم اوضح له ده عشان هو ما يبقاش حاطة البلان واجه انا طبقها على الارض الواقع مش هعرف فاسهل طريقة واسلم طريقة تختار وقت تمرين مناسب لكل يوم عندك يعني وقت شغلك انت عارف على الاغلب كلنا عارفين وقت شغلنا حتى بيزيد او بيقل تمام ما يبقاش مثلا التمرين بتاعك في وقت انت عارف ان انت ممكن يجي لك شغل فيه ما انت كده مش هتروح وما يبقاش لديد بلان بتاعك معمول بطريقة انت عارفت مش طرف تنفسها يعني انت واحد مثلا بيصحى كل يوم متأخر هو عدته كده لانه بينم متأخر مثلا مساب شغله او بيصحى كل يوم متأخر فعلى اعنا هو حط له الصبح فطار هو محتاج تجهيز هو الراجل ده عمره ما يفطر هلسي لانه هو على الاغلب بيفطر في الشغل ممكن احط له فطار ممكن يجهزه من بالليل ممكن احط له فطار مش محتاج وقت قوي اوكي فانا لو حطت له الصبح مثلا انه هو هيقوم وهيعمل بانك هيك مثلا فاسهل طريقة لأي حد انه هو ينظم حياته بالاسلوب الخاص بيه ولما يجي ينظم حياته معي حد بطريقة تكمتا يعني فيه ناس كتير بتعمل هتسترس على نفسها ما بتبقاش قادرة انها تكمل بزبط هترجع تاني اللي عميته تبوزه كله بزبط بنقول انها تنظم حياتها بالطريقة اللي هي تحبها ايوه يعني ما ينفعش انت تدخل المكتب وتدخل اي حد المكتب ادي لك ورقة خلاص اخد امشي على دي ما معرفش مش عارف ما انا هجي لك تاني اسبوع مبوز لا تعالى نحاول تاني وديني ورقة برضه ما هو مشكلة في الورقة والله العظيم فيه ناس مشكلتها اصلا في الورقة بتبعت ليش ورقة فكرة انت يقولي يقولهولي كده يعني قوضي كده معي كده والهولي انا بدي اعمل ورقة اه يعني حتى ببعت الحاجات في فايلات بدي اف ما تبعت ليه هتبعت ليش هو بيتدايق من فكرة انه هو عامل ديت فعايز يبعد عن دماغه اي حاجة عشان ينجح فيها اه انا كل شوية اروح ابصه على الموبايل على البيدي اف بتاع الفايل الكابتن بقتهولي او لو انا بدي ورقة فالكابتن بقتلي ورقة ومش عارف ايه فانا مش عايز حاجة اصلا تفكرني ان انا عامل ديت فاقولي كده يعني الابشنز بتاعت الفطار فاقولهم له مثلا في في فيوسنوت على الواتساب محسوبين وبشكل علمي وكل حاجة بس هو الفيوسنوت مش عطيه له احساس ان انا عامل ده انا بس مع كده الكابتن بيقول ايه بنتسلم على بعض بس ده كل الموضوع فاسهل طريقة انك تنظم حياتك بالطريقة الخاصة بيك افترى اللي تعجبك واللي تكون انت مقتنع بيها وعلمية عشان برضو ما احني ايه ما تبقى اش انت عايز تنظمها بمزاجك طبعا صح علمية في نطاق اللي العلم قال عليه مش النطاق اللي احنا زي ما احنا مضقي يعني مش عايز اقول بالحب يعني بس اللي هو في النطاق المتاح اللي ينفع يتعمل وهتلاقي حاجة من نسبك ما تقلقش العلم يعني فكر في كل حاجة طب ايه انسب نوع ديت مناسب لكل الناس في ناس بتكرهها عندها كلمة ديت دي كأنها بتعادي نفسها انا بكره كلمة ديت ايه انسب نوع ديت انها ما يكونش مرهك للناس او للشخص اللي عايز يبدأو كويس حضرك بتكرهي كلمة ديت انا بكره كلمة نوع ديت دي نوع دي انا مشايف ان الدايت انواع اه في كيتوجينيك ديت وبيليو ديت وانواع كتير ولكن كل الانواع دي في الاول وفي الاخر الانسب ان انت تاكل كل حاجة كل حاجة ما تكبرش نفسك على سيستم انت يعني مشا يعني الكيتو ديت مانع مثلا الفروتس كلها تقريبا معادة مثلا افوكادو شوية بلوبري مثلا او سروبري او كده يعني فانت ممكن ما تطرفش تعمل ده انا رجل بحب الفاكهة مثلا مش عرف عامل ده ليه هروح لنوع زي ده فانت في انواع فاكهة معين يفندم او لا يعني حضرتك تنصح اللي مبتدئ في الدايت بنوع فاكهة معين او كله متاح انا انصحوا ان هو يشوف ايه المناسب لجسمه في الفترة دي يعني كل واحد بينسبه كل حاجة حتى انواع الفاكهة نفسها مناسبة الناس ونسلع يعني مثلا مريض السكر في انواع فاكهة يعني هتعلله السكر جدا لو في واحد العنب مسلا بش زيت اه العنب بول اوكي فاده ممكن تعالج السكر جدا وما انواع42 زي ده المز حلف وحش المز معقول يعني بدداله التفاح كويس للمرضى السكر وخصوان اللي هو الاخضر علشان السكر بتاع الاية اوها طب هنفترض مثلا انا عبدالله بحب الفاكهة جدا فانت aluminum كل نحكاتني دهي فايبيلا انا ممكن ولبحاناعلش عليها بس لو انت كتبتلي فالدايت بتاعي عنب مثلا هانا ه فاب قايت يعني عشرة كويس أنا مش أكل عشرة يعني الانب مبتكلش والبلح ثلاثة ثلاثة بس يقولك ثلاثة مش هيجي برضو فلازم برضو نوع الديت بتاعك هو اللي مناسب لحالتك طيب نفترض ان انا حالتي ان انا يناسبني الكيتوجينيك دايت اللي هو اغلابه فات والبروتين والكربوهدريتس فيه قليلة قوي تكاد تكون مش موجودة انا دلوقتي وضعي مناسب لده وده انسبلي من اي حاجة تانية سهل مثلا ان انا اخده معي ونرحل شوكرا عشان بقى مفيش مثلا رز ومكارونا وفاكا لا هو يدوب حاجات محدودة حاجة بسيطة سهل علشان انا عايش لوحدي وما بعرفش اطبخه سهل لأي سبب خلاص اوكي امشي على الانزام ده اتبع السيستم ده فكل واحد فينا يناسبه السيستم بتاعه فكلمة انواع الديد دي هتفيدك في حالة واحدة بس ان انت لو هتختار نوع فيهم مضطر انك تمشي علي لانك لو مشيت على اي حاجة تانية او لو مشيت على البيذيك اللي هو في فاكهة وفي رزو وفي مكارونا وفي شوفان وفي بيض وفي كل الحاجات دي البيذيك ده انت مش طرف تعمل مكارونا مش طرف تعمل رزو فانت مضطر تختار نظام مفيهوش الحاجات دي لا تكون مش طرف تعملها خلاص، اوكي اختار النظام ده فأنسى بنوع هو اللي يناسب حالتك في الوقت ده وأنسى بنوع نجي للسؤال اللي اللي ناس كلها بتحبه يعني كل الشعب بيحب اللي عايز يعمل ضيط اليوم الفريد يعني اليوم الفريد ده ناس كتير قوي بتحبه اللي هو خط أجازة بقى أنا نفسي بحبه اليوم الفريد إمتى أخد يوم فريد طيب مبدأي أنه ما ينفعش يبقى يوم ينفعش يبقى يوم ثانيا فكرة الفريدي أو التشيتنيل إحنا اخترناها يعني إحنا عايزين نبوز الضيط ولما جينا نبررها قالك أنت سينا أنت جسمك محتاجها علشان ياخد صدمة علشان يرجع يخس تاني لا أنت جسمك ربنا ما خلقوش علشان يأكل حاجات كده يعني أنا مش عايزة أقول حاجة وحشة على نعمة ربنا بس يعني نوعيات الأكل اللي موجودة دلوقتي سيئة جدا مضرة جدا لجسمك فأنت جسمك مش محتاج فريد فلو أنت متخيل أنت جسمك لازم يأخد وجبة فريق هنأولا شلي الفكرة دي من مجاك طبع عشان معانا دقيقة بس عايزين عشان ناس تستفاد بحلقة حضرية كلها وتستفاد من كابتن عبدالله بيه طبعا البهي طبعا هل إحنا عايزين نزبط وزننا ونزبط بصحة جيدة هل هنوقف الكارديو مثلا زي الجاري زي النط ولا كده هنوقفه ولا نفضل بالنظام ده بالزبط حضرك بتكلمي على الناس اللي وزنهم قليل وعايزين يزيدوا يعملوا ايه طيب بصي الناس دي أول ما بتيجي تزيد يقولك لأ أنا هوقف جاري عشان الجارية بيخسسوا كده بص في حاجة عند الإنسان اسمها ريستنج هارت ريتي يعني ريستنج هارت ريتي يعني معدل نبضات القلب بتاعك وأنت أول ما تصحى من النوم وأنت في فترة الراحة تبرين الكارديو بتحسن من عمل القلب باختصار شديد يعني وبتحسن من معدل نبضات القلب بتاعتك فأنت لو ما عملتهاش خالص وتمرنت بس بويت وعدت تاكل كميات أكل كبيرة عشان تزيد انت كده بتضر قلبك مش مش بتفيده فما فيش حاجة بسمعنا هو أفكار ديو جاري طب أخيرا فيه سن معين ولا للتمرين هو فيه سن معين لكل حاجة بس كل الأعمار تقدر تتمرن السباحة دلوقتي بتبدأ من يوم يعني تمرين السباحة بتبدأ من طفل عنده يوم بنشكرك بنشكرك يا كابتن حلق خلصت والله بجد نورتني وبجد كانت مفيدة وممتعة الناس كلها بنشكرك يا فندم كابتن عبدالله بهي مدير مركز فتنس زون الصحي بنشكركم عزيزي المشاهدين وبكده تكون حلقاتنا خلصت وبنتمنى انكم تستفدتم من فتنس زون والمركز الصحي وبنتمنى انكم تكونوا استفدتم من كابتن اللي كان من نورنا النهاردة وكل الناس عايزة تعيش حياة صحية جميلة وتعيش حياة صحية قوية فتسمع كلام الكابتن ما تسمعش كلام حاجة تانية وعايزة اقول حية تأخيرة كده قبل مقفل لو نخرج هيسمحلي يا جماعة الكمامة لازم نهتمي بيها جدا الكمامة عشان خلاص كل الناس لازم تهتمي بتلبس كمامة والكحول دي في حاجة مهمة كنت لازم نقاوها عنها قبل ما اقتم حلقتي كنت معاكم النهاردة ونور قاسم مع تحياتي وإلى اللقاء في مع نور موسيقى